في هذا الفيديو رح تشوف تطبيق أعملي على ثغرة الـ XSS Reflected السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم معكم ياسر فيديو تطبيق لثغرة الـ XSS Reflected مثل موعدتكم أبت شبيك لبيك ياسر بين يديك أطلبوا بدن الله رح ننفذه اليوم بدن الله رح نشرح لثغرة الـ XSS Reflected من موقع Devo على Low Level بدن الله المقاطع رح تكون مقسمة Low, Medium, High بدن الله المقاطع رح تكون قصيرة وجميلة ولطيفة نفس الوقت المقطع الجاي إلا تتبوني ينزل لازم نوصل الفيديو هذا ميت لايك أول ما يوصل الفيديو ميت لايك رح ننزل الفيديو تأريك على طول جهز عندكم المقطع الجاي إن شاء الله رح يكون نتكلم عن كيف نسرق الكوكي بطرق معينة شويتين دسم لازم مركزون الموضوع اليوم رح يكون عن ثغة الـ XSS كيف تصير وبعض الـ Basics الموجودة في ثغة الـ XSS ضروري جدا أنك تحمل دفة من الإسار وتشيك على الفيديو على اليمين وتحمل دفة عشان تشتغل معي استمتع بالفيديو اي صح حط لايك واشترك في القناة إذا انتم انتم مشترك إن جديد حياك الله اشترك في القناة وحط لايك إذا وصل مية الفيديو الجاي إن شاء الله بيجي أقرب وقت أترككم مع الفيديو رح نشوف هنا في حاجة اسمها ديفة سكورتي بلاقي بلاقي كل ما زاد الليفل كل ما زادت حماية الموقع طيب رح نبدأ إن شاء الله في رفلكتد ممتاز ونشوف قاعدة عامة أي إمبوت تشوفه في الموقع تجرب عليه أي إمبوت وش الإمبوت المكان تقدر تكتب فيه هنا تمام طيب لو نسترجع من المقطع السابق أنه رفلكتد وش هو رفلكتد انعكاس بمعنى أنا استغليت ثغرة XSS رفلكتد متى يتفعل البلود رح يكون مع الرابط لما نرسل الرابط هذا لمكان ثاني له شخص آخر ويدخل الرابط رح يتفعل الكود الخبيث أو البلود طيب الآن هنا نرى ما هو اسمك؟ ونرى شيء اسمه view source view hill نشيك على view hill يعطيك hint ونرى ماذا يقول طبعاً هنا سيشرح عن XSS يقول لك لن تشيك الريكوست إمبوت ما رح يشيك على الإمبوت اللي الدقنة خذ راحتك حبيبين طيب لو نشوف هنا source header اللي هو XSS protection ممفعل 0 ممفعل ونرى الريكوست هيا سوف نقوم بالتأكد من المشيك خذ هذه الريكوست علمات وحبط للتأكد ونقوم بالإصدق خذ حالة 1 نطلق لنقوم بالرغة لنقوم بالتأكد ونقوم بالتأكد السلام عليكم فعلاً دعنا نجرب ونكتب ياسر مثلاً مرى ياسر شراء نجرب المترجم للتأكيد ت Same-tag وتكتب فيها يوهابين هاكت تكتب فيها او هذا هو الكوكي صار من الماتش او تطابق حياك الله بدون يوزني من فاسور الفكر من الـ XSS انك تاخذ الكوكي يعني مثلا لو قلنا في ثغرة في تويتر وكانت في ثغرة Reflected XSS ممتاز وحطيت الكود والبيلود ارسلت لواحد اسمه محمد يا محمد شيك البوست هذا وشيك التغريدة هذي لما يروح التغريدة راح يرسلي الكوكي حقه لما ناخذ الكوكي حقه وعدل في المتصفه غير الكوكي حقه للكوكي حقه هنا راح ادخل حساب بدون كيف راح نكتب او كيف راح نطلع الكوكي تمام نشوف نكتب زي ما شوين script alert طبعا هنا نقفل script يعني جدا بسيط script alert ونقفل tag نفتح tag ونقفل tag وما اللي داخل ونقفل 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 document.cookie كوكي ممتاز طيب نحن نجيك الان بدان ما راح يطلعنا رسالة وابن هاك راح يطلعنا الكوكي حقي في البراوزر هذا وفي السيشن هذا تمام وعندنا السيكوريتي لا طيب لو نسخنا الرابط هذا ودناه في مكان ثاني امسك يا محمد شيك التغريد هذي طلع له بوبوب كوكي طيب ش الفايدة انك انت توري انه ترى في شي تفعل عنده نبي يدخل الموقع والمكان فيه مصافي ثغرة بدون ما يحس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة